المؤشر الفرعي الثالث من مؤشر الأداء المالي هو الاستدامة المالية الأوقاف والاستثمارات الجمعيات مطالبة بتخصيص جزء من مواردها لتحقيق الاستدامة المالية يتم تحقيق ذلك من خلال استثمار الجمعية في الأوقاف والاستثمارات والقدرة على توليد مداخيل ذاتية يركز هذا المؤشر على قياس نسبة ما تصرفه الجمعية على الاستثمارات والأوقاف مقارنة بالمصاريف التشغيلية للجمعية خلال العام كلما ارتفعت درجة الجمعية في المؤشر كلما أعطى إشارة على كفاءة وفاعلية إنفاق الأموال وإدارة الاستثمارات والأوقاف الخاصة بها لذلك يتلخص الدور المطلوب من الجمعية في أن تتأكد بشكل مستمر من أن الصرف على مشاريع الاستدامة ينبغي أن يكون في حدود مقبولة مع السعي للحصول على عوائد مالية مرتفعة تتناسب مع حجم ما تم إنفاقه من مصاريف وكذلك مع حجم الأصول والأموال المستثمرة في هذه الأوقاف والمشاريع وذلك للوصول للنسبة المستهدفة في المؤشر ضمن المؤشرات التحليلية التي يتضمنها هذا المؤشر هناك ثلاثة مؤشرات تحليلية وهي مؤشر نسبة مصاريف الاستدامة إلى إجمال المصاريف ويعادل ثلاثين بالمئة من وزن المؤشر الرئيسي مؤشر نسبة مصاريف الاستدامة إلى عوائد الاستدامة ويعادل ثلاثين بالمئة من وزن المؤشر الرئيسي والمؤشر الثالث هو عوائد الاستدامة إلى إجمال الأصول أو إجمال أصول الاستدامة ويعادل أربعين بالمئة من وزن المؤشر الرئيسي يتم احتساب نسبة مصاريف الاستدامة إلى إجمال المصاريف من خلال المعادلة التالية إجمال المصاريف الإدارية المنفقة على مشاريع الاستدامة مقسومة بالإجمال على مصاريف الجمعية بعد ذلك يتم احتساب درجة المؤشر خلال استخدام مقياس التحويل الموضح في الصورة يتم احتساب المؤشر التحليلي الثاني من خلال مصاريف الاستدامة إلى عوائد الاستدامة من خلال المعادلة التالية إجمال المصاريف الإدارية المنفقة على مشاريع الاستدامة مقسومة على العوائد المحققة من مشاريع الاستدامة المالية بعد إيجاد النسبة نستخدم مقياس التحويل لإيجاد الدرجة المكافئة في مثالنا السابق أشارت القوائم المالية للجمعية للعام 2018 أن إجمال المصاريف كان 11 مليون ومائة ألف ريال في حين بلغت المصاريف الإدارية على الاستدامة 890 ألف ريال باستخدام المعادلة السابقة نجد أن نسبة مصاريف الاستدامة تعادل 7.9% وباستخدام مقياس التحويل السابق نجد أن الجمعية حققت 41% على مقياس المؤشر تشير الدرجة إلى أن نسبة المصاريف الإدارية المحملة على مشاريع الاستدامة تزيد عن المستهدف في المؤشر 5% أو بالتالي يتوجب على الجمعية اتخاذ إجراءات تصحيحية من خلال ترشيد النفقات الإدارية أو تحسين العوائد الاستثمارية من مشاريع الاستدامة للوصول إلى النسبة المستهدفة فيما يتعلق بالمؤشر أو مؤشر التحليل الثالث يتم احتسابه من خلال المعادلة التالية إجمال العوائد المتحققة من الاستدامة المالية سواء كانت استثمارات أو أوقاف مقسومة على قيمة الوصول الخاصة بالاستثمارات والأوقاف بعد ذلك نقوم باحتساب الدرجة المكافئة للنسبة من خلال مقياس التحويل التالي ترجمة نانسي قنقر